بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع كتاب جديد وقصة ذلك الكتاب كتابنا اليوم هو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول تأليف الشيخ ابن تيمية الحراني واعتاد الناس مني أن أرد على ابن تيمية فالآن تأتي لتقص كتابا لابن تيمية وتمدح الكتاب ومؤلف الكتاب حقيقة نحن أهل إنصاف وليس بيننا وبين الرجل عداوة إنما خالفنا الشيخ ابن تيمية فيما خالف فيه السواد الأعظم من علماء المسلمين وخرق فيه إجماعهم أما حينما يصيب ويدافع عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فهذا الكتاب من أبدع ما كتبه على سبيل المدح ليس بدعة لا بديع كتاب بديع يعني من أفضل خدع حتى ما تهم عبارة من أفضل ما كتب الشيخ ابن تيمية هذا الكتاب وقصة هذا الكتاب أن رجلا نصرانيا يقال له عساف من مدينة السويداء في سوريا طبعا رأية قصص وأشكال وكذا وحال غريب يعني من أتباع ابن تيمية وأحبابه يرون أشياء قصة يعني غير صحيحة القصة أصل قصة موجود ولكن يرون أشياء غريبة فعدت إلى ابن كثير ابن كثير تلميذ ابن تيمية وهو يذكر هذه الحادثة وهو أوثقه تلميذه المباشر وابض المؤرخ فيذكر هذه الحادثة أن في مدينة السويداء رجل يقال له عساف عساف هذا نصراني شتم النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام فشهد عليه الشهود وارتفع الأمر إلى القضاء فحكم عليه يعني الحكم الذي يستحقه ما هو القتل يعني باتفاق المسلمين باتفاق العلماء يعني إذا كان مسلما وشتم النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكون قد كفر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان كافرا يعني ذميا إذا كان حربيا هذا أمر منتهي وأصلا هو من أهل القتل والقسال إذا كان معاهدا فيه قد انتقض عهده فوقع في ورطة كبيرة طبعا فيه تفصيلات كبيرة لا أدعطيك تصورا عاما على المسألة أما التفصيلات فقد فصلها الشيخ ابن تيمية في هذا الكتاب فهذا عسى في النصراني بعد أن وقع في هذه الورطة وقامت عليه الشهادة وارتفع الأمر للقضاء جاء الشيخ ابن تيمية وأحد الشيوخ شيخ أظن اسمه الفارقي شيخ دار الحديث كلاهما ذهب إلى الأمير أو نائب السلطنة وقال له هذا الرجل يجب أن يقتل اعتدى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية يعني استجاب لهما وأمر بإحضاره في طريقه القدوم أحضره شخص من عرب أو بدو وصل اقترب فبدل الناس يشتمونه وربما ضربوه وكذا فقال لهم البدو ذلك والعربي هذا أحسن منكم أفضل منكم هذا النصراني أفضل منكم هنا غضب المسلمون وصاروا يرجمونهما بالحجارة فغضب الوالي الوالي غضب واشتد غضبه على ابن تيمية وعلى الرجل الذي معه وربما يكون قد اشتد عليه بالقول لا أدري لكن يعني حتى لو اشتد حقهما هذا يعني هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يهون كل أحد دونه فآذاهما واعتدى عليهما ربما بالضرب ويقال إنه سجن ابن تيمية يوما ثم هذا الرجل عقد له مجلس محاكمة فأعلن الإسلام بقي حق النبي عليه الصلاة والسلام أعلن الإسلام فأقام شهودا على أن الشهود الذين شهدوا عليه أول مرة بينه وبينهم عداوة وأنهم لا يحبونه فشهدوا عليه بهذا حتى يناله عقاب ومن شروط الشاهد أن لا يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة فخلي سبيله وهرب إلى جهة الحجاز يعني قريب من مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه ابن عم له فقتله أو قريب له هكذا قتل هذا الرجل طيب يعني هل قتله لله وابن صراني هذا لماذا يقتله القصة فيها مشكلة على كل حال استفدنا من هذه القصة أن الشيخ بن تيمية ألف هذا الكتاب الأصارم المسلول على أشاتم الرسول طبعا ألف الإمام السوكي كتابا مشابها له نعم فهذا الكتاب الحقيقة يعني كتاب عظيم وكبير جدا وفصل أقوال العلماء في من شتم النبي طبعا الأصل في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أمرنا بتعظيمه وتعزيره وتوقيره وإذاء النبي عليه الصلاة والسلام هو إذاء لله تعالى الذي يؤذي النبي يؤذي إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذون الله ورسوله كيف يؤذى الله قال بعض العلماء وعجبني هذا القول هذا التأويل المضاف قال ماذا إن الذين يؤذون أولياء الله ورسوله فرسول عليه الصلاة والسلام من عطف الخاص على العام للتفضيل فالذين يؤذون الله يؤذون أولياء الله ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من باب عطف الخاص على العام أو يؤذون الله ورسوله يؤذون الله في رسوله عليه الصلاة والسلام بإذاء النبي يكون أذية لله الله تعالى لا يؤذى لكن إذاء النبي نبي بشر عليه الصلاة والسلام فيعني الأذى يمكن أن ينال البشر لكن رب البشر لا يناله أذى فألف الشيخ ابن تيمية هذا الكتاب العظيم في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب تعزيره وتوقيره وفي حكم من آذى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم من شتمه عليه الصلاة والسلام وإجماع علماء الإسلام على أن هذا يقتل وهل يستتاب أو لا يستتاب هناك خلاف الأكثرون على أنه لا يستتاب المسألة فيها تفصيل كبير جدا ففصل جميع ما يتعلق بهذه المسألة فيما يقرب من ستمائة صفحة كتاب كبير يعني ستمائة صفحة من القطع الكبير فصل فيه هذه الأحكام تفصيلا وأتى بأقوال العلماء وبالتفصيلات والتفريعات وبكل ما يتعلق بهذا سمعت من بعضهم أنه ألفه في مدة يسيرة ربما في ثلاثة أيام أو هكذا يعني على أثر هذه الحادثة فهذا الكتاب من أفضل ما كتبه ابن تيمية ولا أعلم خلافا في هذه المسألة لا أعلم يعني جميع مشايخنا وعلمائنا يمدحون هذا الكتاب ويثنون على موضوعه وهنا أيضا يعني وقفة يسيرة يعني أولئك بعض المتصوف المتعصبين الذين يقولون ابن تيمية لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يليق هذا الكلام هذا غير صحيح هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أخطأ في مسألة الزيارة يعني قضية الزيارة أخطأ فيها أخطأ بقرق الإجماع يعني إذا تحب ابن تيمية هل معنى أنك تغالي في كل ما قال ابن تيمية وتجعله كذا لا أبدا أخطأ في مسألة الزيارة خطأ واضحا وتكلف يعني التأويلات ما زال الله بها من سلطان لكن في هذا الكتاب أحسن إحسانا كبيرا فهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض للأذى بسبب موقفه من يعني ذلك الرجل الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أذيته في الله يعني فعل هذا الفعل فعل لله تعالى يعني ولا يزكي على الله أحدا فهذا الكتاب من روائع الكتب التي كتبت في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وفي خصوصية هذه القضية التي لا يقع فيها من فيه شيء من الخير الذي عنده ذرة خير لا يمكن له أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فأنصح بها بقراءة هذا الكتاب وهو من روائع كتب الشيخ ابن تيمية نسأل الله تعالى أن يرزقنا المزيد من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يحصل منا ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد أو بغير قصد ونسأل الله تعالى أن نكون قرة عين لسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر